السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بجميع الاخوة والاخوات المتابعين على القناة قناتكم في صحفي هذا الفيديو الجديد اللي غادي نهضره فيه على واحد الخبر الذي اثير مؤخرا يعني الخبر في حديدته ما عندوش علاقة بالموضوع دينا لكن كانت هناك اشارة داخل هذا الخبر اللي هي خطيرة شيئا ما ولم يسبق ان رأيناها في جريدة رسمية ومصرح بها بهذا الشكل الا وهو الديانة الحقيقية للزوجة السابقة لمحمد السادسيني دائما ما نسمع عن الديانة الحقيقية لمحمد السادس ديانة الحقيقية الحاسن ثاني وهذا شيء ما شيء جاي من فراغ بل جاي من عدة شهادة ديالناس اللي هم قرابين من القصر المالكي لكن ما كان شيء جيهة رسمية تتبنى يعني هذا الاطروحة هذه الا ان اليوم اطلعوا على جريدة الانديبندانتي اللي هي ماشي اي جريدة صفراء او لا شيء حاجة هي من بين ثلاث جلائد يعني الاقوى داخل اسبانيا اللي عندهم مصداقية وعندهم تاريخ وعندهم باع تتكلموا في اطار الموضوع ديال وراتة العرش ديال محمد السادس في ضل هذا الفراغ السياسي الذي يعيشه المغرب في ضل ان محمد السادس لا يحكمه اي شيء فتكلموا في واحد الفقراء على ان محمد السادس هو رجل مطلق من الامير سلماء اللي هي من عائلة يهودية اني هذا الكلام ليس بغريب على المغربة لكن ليس كلام رسمي اني لا تعترف به اي مؤسسة ولا تتكلم عنه ويتجنبونه دائما فالخطير في مثل هذه الامور اننا نعرف ان في اليهودية ان الابن دائما ما يتبع لامه من حيث الديانة مني كانت كلم عن الابن يتبع لامه من حيث الديانة فنحن نعلم عن من نتكلم نتكلم على الحسن الثالث او الامير الحسن فهو من الناس الذين او هو شخص الذي ينتظره وراثة عرش ومنصب امير مؤمنين نتكلم على امير مؤمنين وكيخرجونا مثل هذه الاخبار التي تتكلم على ان الديانة ديال الام دياله لكش من اصول يهودية لقلك هي من عائلة يهودية يسير دين فامي جويفها هي كما تشاهدونها امامكم يسير دين فامي جويف ما او كان فعندما نتحدث عن ديانة يهودية لحاكم مستقبلي للمغرب وفي دستور الدولة نتكلم على ان الدولة اسلامية ويحكمها امير مؤمنين باسم الدينة ايضا فواش كينش حاجة اسمتها امير مؤمنين بديانة يهودية لكن حتى لو رجعنا قليلا للخلف هذا الموضوع يعني طالما ما اثرناه ولكن لا نتعمق فيه كثيرا لحقاش كنا ندروا دائما لحسب المعطيات المتاحة والمتوفرة فمنينك نرجعوش شوية للخلف نجدو انها مشي هي الشخص الوحيد سلماء او الابن ديالها اللي اثيرت حولهم مثل هذه المواضيع فالجين شوفوا السلطان عبد الحافظ وهنا مقال يتكلم هل مات السلطان عبد الحافظ وهو يهودي وهنا الاستشهاد بوثيقة سبق وانشرها الثابت السابق في الجيش المغربي احمد رامي وهي شهادة الوفاة ديال السلطان عبد الحافظ اللي مات في فرنسا عندما استخرجت وفاته وفاته شهادة وفاته يعني هنا يشار الى الديانة دياله روليجيون ها هي هنا جويف وهو الذي حكمه رغم قصر المدة التي حكمها حكي يعني حكمه كامير الممينين باسم الدين وابوه عام طرف وحد تلالي هي قليل فهل يعني نحن في المغرب تحت حكم عائلة من اصول او عائلة يهودية تتظاهر بالاسلام امام الناس يعني لدينا ايضا شهادة مدير الفندق الذي كان يقيم به محمد الخامس بفرنسا لانه كان يذهب الى معبد يهودي لدينا الشهادة ديال محمد السيلة هو من عائلة عسكرية تم تعذيبه وتم اختطافه ايضا وهو مقيم بفرنسا وكان يلاقي ام محمد السادس فيتكلم ايضا على ديانة اليهودية ديال الحسن الثاني وان الزوجة دياله ام محمد السادس ستتكلم على هذا الموضوع ان المحمد السادس والحسن الثاني هم من ديانة يهودية ايضا من الشيء الذي يفسر هذه الاشياء كنشوف ان السهولة ديال التعامل ايضا مثلا الحسن الثاني كيفاش ببساطة يعني هو من دون يعني جميع الملوك الرؤساء العرب هو الوحيد الذي تجرأ على التجسس لصالح اسرائيل في فترة ما يعني كنشوفو هاد الناس لديهم واحد الولاء لاسرائيل ولاء غريب تجسس على الدول العربية ورؤساء الدول العربية لصالح اسرائيل ما شيفش مسألة اللي هي عادية بل في حرب تسبب هذا التجسس في هزيمتهم لدينا ايضا سلمة اللي الحديث عليها في هذا الموضوع اني كنشوفو الى رجعنا الفترة ديال سنة 2009 فخرجوا واحد الخبر من طرف جريدة اسرائيلية وهي صحيفة المعاريف تتكلم على ان اهداء زوجة المالك المغرب ليفني عقد الماس لا يقدر بثمن ولو حاجة اللي خصنت به لها جيدا ان هذه الفترة يعني سنة 2011 اللي خرج فيها هذا الخبر هي فترة المغرب لا يتعامل مع اسرائيل بنفس التعامل ولا توجد هناك علاقات يعني المستوى الرسمي ما هو مصرح به يعني ما يمكنش تكون هناك علاقات وتكون تبادل زيارات ما بين وزيرا ولا وزير ولا لكن في الخفاء كان مكان وقامت ليفني بزيارة المغرب وحصلت على عقد من الماس من طرف سلمة اللي تكلمت عنها جريدة الانديبندانت اليوم على اساس انها من عائلة يهودية فبعد ذلك خرجت العديد من المنابر المغربية تنفي ما قالته المعارف وقالت ان الهدية التي تحصلت عليها سي بي ليفني هي من طرف احد الحاخامات المغاربة اليهود يعني بشين فيه وعلى العائلة المالكة انها عندها علاقات مع اسرائيل في تلك الفترة دي الساعة مازال كانوا يحشموا واحد شي شوية وما يحاولوا دايما ينكروا ان عندهم علاقات في حين انه تبين انها كانت في زيارة سرية الى المغرب سنة 2009 وتسعود لافتا الى ان هذه المشاركة قبلت باحتجاج واسع من قبل نشوفوه هنا يا معهد اماديوس الذي يدره ابراهيم الفاسي الفهري ناجل وزير الخارجي بمدينة طنجة في شهر نوفمبر 2009 لافتا الى هذه المشاركة قبلت باحتجاج واسع من قبل مجتمع المدني المغربي في حينها وتزامنت مع صدور مذكرة بحث من محكمة بريطانية ضد ليفني بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة يعني الصيدة متهمة بارتكاب جرائب حرب وعليها مذكرة بحث لكن المغرب يستقبلها في فترة لم يكن المغرب مطبعا بل الادهام من ذلك انها تتحصل على هدية يعني غالية التمن من طرف زوجة محمد السادس فاني كان نشوف ان دور ديالها يعني غادي في تناغم وتناسق مع الخبر الذي يتحدث على الديانة ديالها والولاء ديالها لإسرائيل فكل هذا لا يمكنه الا ان يبين شيئا واحدا احنا كنا نعرف ان كان واحد الحاجة اللي اسمتها اليهود الاخفية او من يخفون ديانتهم كالناس يعني اللي هم يهود يخفون ديانتهم خوفا يعني من العنصرية ولا عدم تقبلهم في مجتمعات ما ولكن هذا ما شيء هو لهكاف المغرب لان اليهود داخل المغرب يعني ما معليهم لا عنصرية معليهم لا تشي حاجة بل يعيشون يعني احسن من المغاربة لكن التخفي او اخفاء البعض منهم ديانة ديالهم يعني ما كيمشيش في صياق الخوف من العنصرية وانه رفض مجتمعي للهوية ديالهم بل كيمشي في اتجاه اخر وهو الاتجاه ديال ان المجتمع المغربي بما اننا عندنا واحد المؤسسة اللي اسمتها امارات المؤمنين ما يمكنش ان تبايع شخصا له ديانة مشي مسلمة فلذلك نجد انه ربما كان بعض اليهود الطامحين للتوغل داخل دواليب المؤسسات السياسية ان يخفو ديانتهم الحقيقية والتظاهر بالديانة الاسلامية من اجل الوصول الى العرش من اجل حكم المغاربة يعني باسم امارة المؤمنين وباسم العديد من الاشياء في حين نجد ان ولاءهم الحقيقي لاسرائيل كما كان شوفو هنا يا السلطان عبد الحافيض الذي توفي على ديانة يهودية والذي خدع المغاربة بمظهره وبالمبايعة دية لو شفنا انه ما عندوش علاقة بالدين كما كان شوفو حتى محمد الساديس ايضا فبالرغم من انه متشبت بامارات المؤمنين والمستورة الرسمية تكلمون كثيرا على امارات المؤمنين والدين وحامي حما الوطني كنشوفو ان انسان لا علاقة له لا بالتشبت بالدين ولا علاقة له بالدين بالرغم من بعض المظاهر اللي كي يظهر فيها في عيد المولد النبوي ضروري ما يتصور في الجامع ضروري في عيد الاضحى ما يخرجه يعني هو اخر ناس انه يتصور راه كي يذبح وراه كي يصلي ومرة مرة كيصوره في الجمعة راح كيصلي لان هذه الصورة هي ضرورية من اجل الترويج فقط. اما من حيث شخصيته فنحن نعلم انه بعيد كل البعد للتين وكنشوفوا العلاقات الحميمية دياله كيفاشنا هي. كنشوفوا الظهور دياله في باريس. يعني يترنح في شوارعها وتعاطيه لعدة موبقات وتكلم عدة صحفيين على اه انهم صادفوا محمد السادس داخل حانات للمثليين باوروبا وهلما جرى من العديد من الاشياء وان الاهتمامات دياله لا تصب لا في دين ولا في اي شيء اخر. يعني فما غديش غريبة انه غدي نسمعوا ان احد الافراد العائلة الحاكمة يعني هو من ديانة اخرى بالرغم من انهم يتشبتون بالترويج لتلك الصورة دي الامير المؤمنين والرجل المتديين لكن سياسته السياسة اللي كيمشي فيها كتبين على ان رجل يعني ما عنده علاقة بالدين ولا يتق الله لا في المال ديال الناس ولا في التروى ديال البلاد ولا انه يقوم بالعمل دياله باخلاص كما يجب. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في فيديو قديم. السلام عليكم. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة